كابتن علاء اللقاء بطل أفريقيا النهاردة مع بطل أوروبا يعتبر إنجاز كبير جداً وتشريف أكبر للكرة الأفريقية ومثالة في النادي الأهلي الكبير الكرة الأفريقية وكرة مصرية وده نقال أكابر كبير أوروبا مع كبير قارة أفريقيا وكبير العرب كلهم محترام لكل الأندية فمباراة بين كبار زي ما كابتشف كانت في مستوى تاني خالص مستوى من نفسه تاني خالص والنهاردة يعامني أول مرة نادي الأهلي في خلال مشاركيته في بطولة الكأس الأندية هيقابل فريق من أوروبا دي أول مرة تحصل عشان كده الحدث نفسه وقت ضج جمعة جداً سي كان هنا في البيضة العربية أكيد في أوروبا كلها أممكن في ألمانيا حتى لو بعض الناس اللي لا أول ما عرفوش إيه هو النادي الأهلي أكيد هم عرفوا إيه هو النادي وعرفوا في طريق النادي الأهلي وعرفوا إنجازات النادي الأهلي وبطلات النادي الأهلي من كتر أكيد ما كل الأحداث كلها بتتكلم الحدث النهاردة. النهاردة الحدث الأكبر في الرياضة كلها النهاردة ساعة 8 نهاردة مهورات الأهلي وبير. وعلى قيبة بير نوكلها بقول لك احنا عارفين ان النادي الأهلي في مصر هنا هو بير مونخ في ألمانيا. فأنت أمن تتكلم في حتة تانية خالص. انت النادي أهلي الحمد لله كل بطلقاته الكبيرة دي بكل لعبته اللي جات على مدار السنين انت وصلت النادي الأهلي لحتة تانية خالص. الناس بقول لك احنا عارفين المانيا فيها بير مونخ مصر فيها النادي الأهلي فأنت ده يعني عارف انت اي تعظيم ما بقعه تعظيم ولو جبت اي حد من اي دورة تاني في اوروبا هيقول لك نفس الكلام لان هو النادي الأهلي هو الكبير القوم هنا زي ما بيقولوا كبير أفروسك الكبير العرب كلهم هو النادي الأهلي. يبقى النهاردة المباراة. المباراة طبعا مش سهلة لكن هي في الآخر المباراة مش مش مستحيلة الطبيعة عملت وقامة في مباراة الدحيل الطبيعة انك تكسب. احترام كامل الدحيل. ده طبيعة على فكرة انت عملتش حاجة جديدة. الانجاز يحسن بقى من النهاردة النهاردة تبدأ تبص على الانجاز الطبيعة خلص ابدأ بص على الانجاز ابدأ النهاردة تمتع بمتشك تمتع بالحدث على النهاردة لازم النهاردة الموضوع ما يبقاش عصبي النهاردة انت بحدث الله أعلم ما أكبر تاني ولا لا. ممكن قد توصل كاس عالم ان شاء الله تاني بس ممكن ما تبقاش حد من اوروبا. صحيح. فهو الحدث النهاردة اعمل يا ايمن انك بتقابل فريق من اوروبا ومش اي فريق. ده بار مونخ. حاجة يعني في الكرة حدث ولا حرك. فالنهاردة اللي ما اتمنى ان شاء الله يا رب بقدر نصنع نتيجة. ننسى نتيجة خلص ما الناس جاء بيها ده حاجة مش بتاعتنا. لكن اتمتع بمبورتك النهاردة. اتمتع بالحدث النهاردة التاريخي اللي حصل لك. في اطار الطريقة او اللي عملها مسلمانيا على الناس اللي تبدأ. لكن في كل احوال ارجو يا رب ان شاء الله. ما فيش دغوطات. انها قلت دغوطات خلص خلاص. صحيح. من غير عصبية. على قد ما تقدر اتمتع بمتشك النهاردة. صحيح. وخلي المباراة تمشي زي ما تمشي. لكن انت قد المطلوب منك مش اكتر من كده بس. مجد. ما تفكرش في النتيجة. وان شاء الله خير ان شاء الله النهاردة.